السلام عليكم اليوم عندنا المراجعة للسنهايزر مومنتم النسخة الثالثة سماعها على الاذن أو فوق الاذن لاسلكية تعتبر نسخة مطورة عن ما هو موجود في المومنتم 2 الأسطورية طبعا هذه برضو تعتبر أفضل من ما هو موجود في PXC مع أنه غير عادل أني أقارنها لأنها فئة مختلفة PXC 550 لأنه لا توقع أن نرى PXC 550 Mark II أتوقع هذا الشيء لا أكثر أقل ما هو بتأكيد أموان الأسعار وتوفر هذه السماعة موجودة في خانة الوصف شيء عليها سأذكر في هذا الفيديو عن عدد من نقاط مقارنة بسماعة بوز لأنه أكيد كثير من الناس سترون عنها السبعمية تحديدا وأيضا السوني WH1000X Mark III بالنسبة للمحتويات فبداخل صندوق راح تلقى حظة للأمانة جودة ممتازة لكن تمنيت أن تكون صلبة مثل ما شفناها في سوني أو مثل ما شفناها في بوز لأنه من ضغطها خفيفة من فوق تحس أنها راح تنضغط فبالتالي ممكن هذا يأثر على السماعة ما وجهت أي مشاكل لكن تمنيت أن تكون صلبة شوي راح تلقى سلك USB إلى USB Type-C هو USB-C وإلى USB-C مع أدابتر طبعا هذا الأدابتر راح يعطيك USB راح تلقى سلك وهذا الشيء كويس 2.5 متر إلى 3.5 مليمتر فتأكد أنه ما يضيح منك وما في أدابتر للطيران على المثال هذا الشيء الموجود وبعض الكوتيبات فهذه السماعة السماعة أعلى بشوي من ناحية الوزن مقارنة بعد بنفسين فوق 300 جرام لكن للأمانة تتفوق على ما هو موجود في سوني وبوز من ناحية مفهوم جودة التصنيع وجمالية التصميم أضحها بجانب بوز لكن جودة تصنيع هي الأفضل بكل تأكيد الجلد فوق هذا جودة جدا 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 للجلد الحقيقي ما هو بجلد أي كلام والسماعات أو المنطقة الخاصة بالسماعات هي جلد نعم وتعتمد أيضا عن المعدن فجودة تصنيع أبدا أبدا ما راح تحس إنها رخيصة وهذه نقطة تحسب لهم طيب بالنسبة للأزرار والمنافذ فعندك يوسبي تايب سي وهذا الشيء ممتاز وأيضا عندك المدخل لي 2.5 مم والأزرار لاحظنا بالشكل التقليدي ما فيها منطقة لللمس مثل ما شفنا في بوز أو سوني مثل لكن أزرار هذه من ناحية الاستجابة ممتازة فيما يخص بالتحكم في مستوى الصوت فيما يخص بالتحكم بالمالتي ميديا أبدا هذا الشيء ما راح تواجه فيه أي مشاكل زر مستقل حتى لتفعيل المساعد الشخصية الخاص بك أو يعني من جوجل أو من أبل أو في زي المزلاج للتحكم في مستوى العزل وهذا خلوه شوي على جميع نبغى نتكلم عنه لاحقا إن شاء الله طيب كيف كانت في مستوى الراحة؟ للأمانة فيما يخص بالمستوى الراحة قد يختلف الموضوع من شخص إلى شخص لكن بتكلم عن تجربتي تضغط من فوق يعني ما هو بالشيء المزعج لكن بالشيء الملحوم وخاصة لما أدنق راسي شوي ألاحظ نعم إنها تضغط هل هي الثابتة؟ نعم إذا كنت تمشي عادي مشي عادي في المكتب متكي أو كذا أمورك في السليم لكن ما أتوقع أنها مناسبة لمسألة الجيم لأنه بعد فترة طويلة معروفة عن كثير من السماعات ليستخدم الجذد إنه هي تسبب حرارة يعني أقدر أقول بعد ساعتين ثلاث ساعات أوكي أمورك في السليم لكن إذا كنت في مكان فيه يعني ثلاث حرارة عالية فرح تحس فيه حرارة الشيء اللي يحسب لها في منطقة أو في مساحة داخلية جوا السماعة ما يخلي إذنك تلمس الأشياء الموجودة داخل كل سماعة فهذا بالنسبة لي من وجهة نظري أعتبرها مساحة كويسة يعطيك شوية هو ويعطيك مستوى ممتاز من ناحية العزل على رغم أنها فيها تقنية العزل للضجيج لكن هذا مفيد للسماعات اللي ما فيها هذه التقنية نعم بإمكانك طي هذه السماعة بدون أي مشاكل لكن هنا راح تلاحظ أنه ما في زر للطاقة فإذا طويت هذه السماعة معلاتها أنه راح تتوقف عن العمل إذا فتحت السماعة فهذا يعني أنه راح تشتغل بشكل تلقائي تأكد أنك تطويها بعد ما تخلص منها لأنه ما فيها خاصية الحفاظ على الطاقة فهذا يستهلك من بطارية هذه السماعة فتأكد من هذه النقطة نعم أدري في ناس راح يتعلوني هذه النقطة فيها خاصية تشغيل أو الإيقاف والتلقائي برضو موجود في هذه السماعة فيما يخص بعملية الإقترام فعندك بلوتوث 5.0 وأيضا الـ NFC ففي خيارات أكثر نعم هذه السماعة تنظم إلى بوز في مسألة الإقترام بجهازين بنفس الوقت وهذا شيء ممتاز وبالنسبة للمدى فأقدر أقول المدى ممتاز ثبات البلوتوث كان بشكل عام ممتاز ممتاز ما بيني وما بين جوالي جدار سميك فبالتالي كان ثابت فما وجهت فيها أي مشاكل هل في تأخير أو في مزامرة الفيديو لما تشوف الفيديو وانت تسمع وانت تشوف الفيديو لا خبط لا أبدأ في نتفليكس يوتيوب ومورك في السليم طيب فيما يخص بالتطبيق فأنصح بتحميل التطبيق اللي هو سمارت كنترولر لأنه يعطيك خيارات أكثر خلينا وضح لك راح يسمح لك بخاصية الترانسبرت وراح يسمح لك في مسألة التحكم في مسألة العزل للضجيب بشرح بشرح استنى بس شوي علي لكن راح يعطيك خيار أفضل برضو في مسألة الإكولايدر فممكن تتحكم في الصوت كيف تبغاه تبغى يكون بيز أكثر تبغى تتحكم فيه تسوي اللي أنت تبغى أنصح أنك ما تعدل فيه لأنه فتكلم عن جود الصوت بتعرف ليش لكن إذا حبيت فهذا خيار أيضا موجود في مسألة مستوى العزل للضجيب فالترانسبرت هو اللي راح يخليك تسمع اللي حواليك فممكن تتحكم في مسألة العزل للضجيب من خلال الزر اللي هو عبارة عن مزلاج في مسألة إطفاء أو تشغيله أو في مسألة تسمع اللي حواليك وهذا يعني راح يوقف الصوت فبالتالي اللي أقدر أقوله أنه التحكم بالنسبة للعزل للضجيج أوكي من خلال السماعة كان أكثر شي كنت تسويه ما أعجبت فيها أو ما حتيشت أني والله لازم أرجع للتطبيق لكن هذه الخيارات موجودة أيضا في مسألة أداء العزل للضجيج أداءه ممتاز مقارنة بالمومنتم 2 PXC 550 أداءه كان جدا 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 ممتاز جدا ممتاز الآن في مسألة مقارنة بمستوى العزل للضجيج مقارنة بالسوني لا سوني هي الرقم واحد من مسألة العزل للضجيج ووراها بالملي بوت 700 ومن ثم السنهايدر الآن هل العزل للضجيج سيئ لما سوت هذه المقارنة لا أمانة لا يعني لو ما قارنها فمسلو العزل حقها جدا جدا ممتاز يعني جدا ممتاز لكن أنتو يعني خيرتوني فبالتالي راح أقول سوني بوت وسنهايدر لكن أرجع وأقول وأكد أن مستوى العزل فيها ممتاز جدا جدا ممتاز طيب في مسألة جودة المكالمات فبسبب تصميم الجديد والتقنيات الجديدة التي ثوتها سنهايدر مقارنة بالمقارنة بالمومنتم 2 فجودة المكالمات هي الرقم واحد بجانب بوز ومن ثم سوني فجودة المكالمات ما رح تخيب أملك نهائيا صدقني ما رح تخيب أملك نهائيا طيب في مسألة جودة الصوت بشكل عام هي الأفضل هي الرقم واحد ومن ثم بوز ومن ثم سوني إذا تحب البيز بشكل كبير جدا فالسوني هي الخيار الأمثل لكن سنهايدر عندها نكهة أو لمسة خاصة تعطيك جودة الصوت رائعة جدا 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 رائعة يعني تخيل كاني أقول لك أنه بوز و سوني يهمهم العزل رضيجي ومن ثم الصوت لكن سنهايدر لا خذت العكس جودة الصوت ومن ثم العزل رضيجي الصوت في المد للصوات البشرية الهاي اللو الساونستيج جدا جدا ممتاز جدا ممتاز مقارنة ما هو موجود في سوني و بوز فإذا الصوت فيها جدا حتى لدرجة أنه ما قدرت أرفع الصوت فوق الـ 65% من كثر أو صوت 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 عالي جدا عالي جدا جدا عالي فبالتالي الصوت فيها جدا خرق جدا جدا ممتاز أدريني يقول جدا كثير لكن صدقني فاجأتني بشكل ما تتصور يعني الصراحة لما جربتها مع بوز و سوني يعني السنهايدر كانت كلهم علمين بس علمين بس علمين فجودة الصوت ممتازة جدا جدا ممتازة أقدر أقول لك سنهايدر بوز ومن ثم سوني في مثل جودة الصوت طيب في ما يخص بالبطارية فهنا رح يعطيك 17 ساعة 17 ساعة إذا حطيت الصوت يعني بنفسها جبتي 65% وكان جدا كافي الصوت لكن 65% عطاني 17 ساعة و 32 دقيقة بالملي إذا تبقى فمقارنة بوز و سوني مهبل الأفضل لكن أرجع أقول مرضية مش الأفضل مرضية البطارية فهذه كانت مراجعتي للسنهايدر مومنتم 3 سماعة رائعة رائعة جدا رائعة من ناحية جودة الصوت مفهوم جودة التصنيع للأمانة ممتاز جودة المكالمات رائعة فبالتالي هذه مراجعتي لها أتمنى أن يفتق وخذيت معلومات أكثر مقارنة بملك السماعات من سوني أو ملك السماعات من بوز لكن أقدر كوستنهايدر تنظم لهم وبقوة كترشيح لأفضل السماعات للعام 2019 شوفكم أخير إن شاء الله مع السلامة